كاركوج هي من حواضر السودان سواك المنى اه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك امكنا بلادي بحبك شديد بلادي بحبك انا من كاركوج الابتدائية وكاركوج الابتدائية كانت المدرسة المبنى بتاعها كان هو عبارة عن المركز اللي اصلا كان فيه بسموه مفتش المركز فهي المباني بتاعتها مباني عجيبة مباني شبيهة بالمباني اللندنية هذه مباني الطوبة الاحمر وما زالت مباني القوية يعني الشبابيك الطويلة وكذا هذا النوع من المباني ما زال موجود الى الان في يعني في بعض بقاع السودان وما زال موجود في لندن يعني هو مبنى بنا انجليزي حقيقي يعني فهذه المدرسة اللي كانت فيها فاتذكر انه عندما اكملنا الصف السادس في سنة ستة وسبعين تقريبا يعني او سبعة وسبعين امتحنا الشهادة بسموها الامتحانة الثانوية العامة طبعا زمان كان الابتدائي ست سنوات والثانوي العام ثلاثة سنوات فامتحنا اتذكر هذه اول مرة يقام مركز الامتحانات في كاركوج في السابق كان يقام في سنجا فلما وقيم في كاركوج جونا الطلاب اللي زينا اللي كانوا في الصف السادس من مناطق بعيدة جدا يعني من شرق من جنوب كاركوج يعني حتى قريبا روسيرس ومن شمال كاركوج حتى ود العيس وهذه القرى الكثيرة جدا كل الطلاب جو ويدعم المركز وامتحنا جلسنا للفترة جلسنا للامتحانات في كاركوج وبعد ذاك وزعنا الى المدارس السانوية العامة بسموها وفي المنطقة نحن كان عندنا ثلاثة مدارس سانوية عامة كان في منطقة اللكندي في مدرسة وفي منطقة كاركوج في مدرسة وفي منطقة ود العيس في مدرسة فنحن طبعا دي حكم انه نحن ابناء كاركوج وزعنا الى كاركوج ومعانا ابناء من القرى اللي قريبة من عندنا مثلا زي دونتاي زي مصنوط العمارة البنسو يعني و الكندي طيبة الطلاب اللي من هذه القرى القريبة من كاركوج وزعنا الى مدرسة كاركوج السانوية العامة زمان بسموها وهي ثلاث سنوات ما بعد الاتدائر طبعا النظام دا زمان كان بسموه نظام السلم التعليمي هذا النظام اتى به المرحوم محددين صابر كان وزير التعليم وهو في السابق كان طبعا النظام كان اربع سنوات اربع سنوات اربع سنوات كان لو يعني قبل 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 السبعينات كان اربع سنوات فتائية واربع سنوات سموها وسطة واربع سنوات ثانوية لكن لما عمل هذا النظام كان ستة ابتدائي ثلاثة سموها ثانوي عام وليتر سموها المتوسطة وثلاثة اللي هي السنوي العالي اللي هو مرحلة الثانوية فنحن جينا مدرسة كاركوج الثانوية العامة ودي كانت ده كان فتح جديد في الدراسة فتح جديد في العلاقات يعني حتى من داخل كاركوج بدأنا نتعرف على أسماء جديدة كانوا هم كانوا مثلا في الصفة الثانية اللي مش كنا فيه نحن الصفة الآخر فجونا شباب من القرى اللي حوالينا ودي كانت أيضا مرحلة مهمة جدا طبعا في هذه المرحلة نحن بدأنا المنهج كان منهج مختلف أول حاجة دخلنا على اللغة الإنجليزية وهذا كان فتح جديد بالنسبة لينا ودخلنا على يعني طريقة الليبيس طريقة الفطور في بوفي في المدرسة والبوفي نفسه كان عبارة عن تعاونية لأنه كان عبارة عن الطلاب نفسهم بيشتركوا فيه يعني احنا كنا مثلا بانبيع التزاكر وأنا من ضمن الناس اللي كنا بانبيع التزاكر أولي الطلاب عشان يجوا ياخدوا الفطور الفطور نفسه كان بعدوه العمال الأصلا كانوا شغالين في المدرسة وهي كان عبارة عن جميعية تعاونية يعني فيها أرباح وفيها كذا وده كانت مرحلة المرحلة المتوسطة زي ما ذكرت إنه بدأنا فيها اللغة الإنجليزية بدأنا نتعرف على طلاب جدود بدأنا نتعرف على مدرسين جدود حتى من خارج البلدة نحن مثلا في التداية معظم المدرسين كانوا من البلدة ولكن هنا معظم المدرسين كانوا من الخارج فدعرفنا عليهم بدأنا مرحلة جديدة طبعا ده مرحلة تكوين جديد الدراسة جديدة أيضا هنا أنا دائما يعني يعني مدين للأنشطة المدرسية بأشياء كثيرة جدا غير المنهج التعليمي يعني مثلا هنا كان عندنا جمعية الأدبية وجمعية الأدبية معروفة في المدارس السابقة أنه تستغل فيها يستغل فيها الوقت للتعرف أو لاستكشاف إمكانيات الطلاب الكتابية الثقافية وكذا كان عندنا مسرح أيضا كان عندنا مسجد تقام فيه الصلاة الجماعية أيضا دنوع من دنوع شكل من أشكال التعليم يعني والجمعية الأدبية كانت تتذكر كله يعني مرة في الأسبوع أعتقد كانت أولا اتنين فأنا بتذكر واحد من أولادنا في ذلك الفترة زميلنا كان في المدرسة ففي ذلك الوقت أتذكر قدم موضوع هو أخونا حاتم محمد علي الشريف أحد الأصدقاء أيضا اللي رافقونا بعدين رحلة مصر فحاتم أتذكر في ذلك الوقت قدم موضوع عن اختطاف الطائرات لأنه كان في الوقت داك كان حركات التحرور الفلسطينية كانت بتقوم باختطاف الطائرات كثير جدا فهو سمعه في الإزاعة وكذا وكتب عنه وقدمه لينا يعني تخيل أنه الطلاب في ذلك الوقت توعيهم ويعني بدون طبعا دون انترنت ودون كتب ودون كذا فقط كنا نسمع الإزاعات ونسمع نقاشات الناس لكن أيضا كان في بعض يعني مثل هذه الفكارة جديدة اللي بتكون يعني نوع ده نفسه نوع من التعريم المدرسين نفسهم كانوا بشجعوا مثل هذه الأشياء يعني ده أيضا ده نوع من التدريب نوع من التعليم على الحياة وأنا أتذكر من ضمن المدرسين اللي قابلناهم في في هذه المرحلة وكان لهم أدوار كبيرة جدا يعني أذكر المرحومين مديرنا الأستاذ عبدالله مرغني وأذكر المرحوم الأستاذ عثمان حسين أستاذ عثمان أصلا كان يدرسنا التاريخ ويدرسنا اللغة الإنجليزية فأذكر هذا الرجل كان محبا للغة الإنجليزية وحببنا فيها فكان حتى في حصة التاريخ يأتي ويبدأ كلامه باللغة الإنجليزية عن التاريخ فكان أستاذ عبدالله مرغني يدرسنا الجغرافيا والعلوم ويدرسنا اللغة الإنجليزية الأستاذ حسين جود طل كان يدرسنا الرياضيات واللغة الإنجليزية يعني كانوا مدرسين شاملين وكانوا يعلموننا كل شيء وكانوا صارمين يعني الخطأ معظم يعني عندما تخطي فتعاقب وتنتظر عقابك هذا النوع من المدرسين هو الغرس فينا أشياء كثيرة جدا وعلمونا يعني أن نتعلم علمونا أن نستفيد من العلم فهذه كانت مرحلة ممتازة جدا وأنا أتذكر في هذه المرحلة إن فتحت أنا من الصفة الثانية إن فتحت أقرأ باللغة الإنجليزية يعني في بعض الكتب البسيطة كانت موجودة في المدرسة في المكتبة فكنا نأخذها كان نشجعون إننا إنك تتعلم إنك تتعلم إنك تقرأ إنك تتسقف ده كله في هذه المرحلة هذه المرحلة أيضا أتذكر من الجوانب العملية المدرسة هذه كانت قريبة من النهر فالأستاذ عبدالله مرغني عليه رحمة الله بعلاقاته مدى يعني ممكن نقول مجرة من البحر حتى المدرسة من النيل حتى المدرسة وكان في طرنبة ترفع المياه وعملنا مزرعة إحنا كنا أصحاب هذه المزرعة كنا نزرعها هذا كان نوع من التعليم وهذا أيضا حبب فينا الزراعة لأننا أصلا زراعة كنا نقوم فيها بشكل طبيعي فهذه المرحلة المتوسطة أذكر أيضا من ضمن المرحلة المتوسطة إنه كان يعني حتى كان معانا طلاب من خارج المنطقة من خارج المحافظة أذكر طالبين يعني كانوا أصدقاء حامد يعني حامد ومهدي حامد ومهدي والدهم كان مهندس بسميها البيارة اللي هي الطرنبة اللي ترفع المياه من النيل إلى المشروع الكبير المشروع الزراعي مهدي عمر حامد وحامد عمر حامد مهدي الآن رجل بروفيسور كبير جدا في إحدى الجامعات الأمريكية ورجل عالم في مجاله ومخترع في مجاله وحامد يعني أيضا عمل في المجال الطبي وموجود في السودان فأذكر هذول من ضمن الناس اللي كان جونا جداد في المدرسة ويعني احتفين فيهم وما زالت صداقاتنا معاهم ممتدة يعني حتى هذا الزمان يعني ونتواصل فكانت هذه المرحلة مرحلة خصبة زي ما قلت استفدنا من التعليم وتعلمنا من التجارب وأذكر أستاذنا أحمد الخليفة يعني من أبناء كركوج وهو بعد ذلك أصبح بانكر كبير يعني فأستاذ أحمد كان يعني يصرف على هذه على الجمعية الأدبية وأذكر في أحد الأيام أتى لنا بأحد أعلام كركوج وهذا رجل يسمى شريف طه النور شريف طه النور كان متخصص في صيد التماسيح تماسيحا اللي موجودة في النيل فالعلامة من الذي أذكره أنه هذا الرجل أتى وعنده خمسة بنادق خمسة أنواع من البنادق للصيد ونوع من الشباك وكان يعني ما كان الصيد ما كان بيتم بطريقة عشوائية ورناه كيف كان باستاذ التبع هذه محاضرة ونقيت إلينا ونحن في ذلك الزوان يعني انتوا تكلموا عن 77 تبالي 70 فيعني هذا أيضا كان شكل من شكال التعلم يعني من تعلم الحياة ولكن ما زارت هذه الأشياء راسقة في الزهن وأنا أتذكرها طيلة هذه السنوات وكأنها يعني مرة اليوم قضينا ثلاثة سنوات في هذا المكان والمكان الجميل في مدرسة كركوج الثانوية العامة بنين وهي كانت بعيدة شوية خارج المدينة كنا نمشي هذا المشوار ومليه بالمرح ومليه بالحب وأيضا الأصدقاء يعني ما نذكرهم نحن كل يوم نطلع الصباح أنا محمد سعد المرض الضوء الشريف قمر فكنا نطلع هذا المشوار ونعود ثم حتى نلتقي في الأمسيات يعني ونذاكر مع بعض وكذا أيضا في هذه المدرسة كان في المذاكرة اللي هي المذاكرة أنه الدروس انتهت لكن تجي ترجع المدرسة عشان يكون في مذاكرة ومراقبة يعني أحد الأسادزة هو يراقب هذه المذاكرة وده كله كان حتى أنه يتقوى الإنسان أكاديميا ويكون يعني على قدر المستوى بعدينما تمتحن بإسم المدرسة وبإسم أهلك في السانوي وعادة المنافسة ضيقة يعني المدارس السانوية كانت محدودة وبالتالي المنافسة بتكون عالية جدا فإن حتى تستعد لهذه المنافسة فلازم تستعد لها من الأول المدارس كانت تعد الطلاب وتعدهم حتى لهذا اليوم ده كانت فترة كاركوية المتوسط السانوية العامة اللي هي طبعا أصبحت المتوسطة فيما بعد واللي بعد ثلاث سنوات طبعا امتحننا يعني جلسنا الامتحانات اللي بسموها الامتحانات الدخول إلى المرحلة الثانوية وجلسنا نحن أيضا مجموعة ويعني والحمد لله يعني حالفنا النجاح وأحرزنا مجموع كبير أهلنا لندخل أفضل مدرسة ثانوية في المنطقة الممتدة من الدمازين جنوبا حتى يعني جنوب سنار هذا المنطقة بتسمى زمان كان يسموها محافظة النيل الأزرق اللي هي الآن تضم ولاية سنار وتضم ولاية النيل الأزرق وهذه كلها كان فيها خمسة مدارس كان فيها سنار مدرسة الأولى وبعدها سنجا بعد الدمازين وبعدها سنجا وبعدها السوكي وبعدها الدندر يعني خمسة مدارس شوف من جنوب من كرمك حتى ومش الدمازين يعني من جنوب الدمازين من المنطقة الكرمك مع الحدود الأثيوبية حتى جنوب سنار كانت خمسة مدارس ثانوية وكانت نافس فيها عدد كبير جدا فأنا ومجموعة من الأصدقاء تمكننا أن ندخل أتذكر أنه أنا وجمال حسن بشير الله يطراه بالخير أخونا جمال موجود الآن ونقيم في ألمانيا دخلنا سنار السانوية هذه مدرسة داخلية كان أو زي ما بقوله الإنجليز بوردلين سكول هذا طبعا نعمل مدارس سنفصل عنه الحكي وأتذكر أيضا من الأصدقاء المرضي ومحمد سعد مرضو الضو محمد سعد قبلوا في مدرسة الدمازين أيضا مدرسة ثانوية مميزة ومجموعة من الزمل الآخرين قبلوا في سنجا ومجموعة قبلوا في السوكي ومجموعة قبلوا في الدين دي مرحلة المرحلة المتوسطة العالم كله حيعجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاوية